السلام عليكم وعليكم أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعي ومتابعات قناة موراكن كريم تيفي الجريمة المغربية هذا واحد السيد دار فيها قاضي وما هو بقاضي ولا قرار قانون ولا تخلش المحكمة إلا كمتهم أما كونه يحكم فبعيد عليه دار فيها قاضي ولبس الباس البر والإحسان وبدأكي ينصب على عباد الله وعلى الجمعيات بسمية الخير وإهاما الجمعية نصب عليها داخل أرض وطن وخارجه ومد حياتهم من البشر فأحتيت ولا حرش لكن نهاية النصاب هي السجن كما في هذه الحالة والكثير من الحالات دي النصاب أصل الحكاية يا سادا بدأت من اللي توصلت للأبي جي دي الجديدة توصلت بشكاية مع التجمعية الدولية المقر الإداري دي لها في فرنسا وهي متخصصة في الأعمال الشمعية توصلت بهذه الشكاية من طرف الممتيل القانوني دي لها اللي قدمها وقال فيها بيلي شي شخص وهمها باللي كي يختم قاضي وسبق لي يتقلض بزاف دي المناصف عدة محاكم غريبية واحتفن بجيس الأعلى للسلطة القضائية وباش يطمئنها بيليها شي وثائق مزورة هاد وثائق كتأكد أنه كي يشغل منصب نائب مدير مديرية شؤون الجنائية والعفو وبين أيضا شي وثائق أحد أخرى كي يدعي فيها أو كتبين باللي كي يشغل منصب مفتيش عام في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو بالأحرى في المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهذا الوثائق كتبين أنه كونه في لجنة الأخلاقية في هذا المجلس والأسف الشديد وهو ما بينه ما بين الأخلاق غير خلو الإحسان وقال أيضا بلي شغل منصب رئيس المحكمة التجارية أو الاجتماعية عفوان بكازا سيد كيلعب كبير وساعمل هاد الوثائق المزورة باش ينصب على ذيك الجمعية النصب تصل بذيك الجمعية وأوهمها بلي هو هاتشي كله يعني عنده هاد المناصب سبق له شغلها باش التقفيه والتعامل معه شوفوا الناس على شققين الخوز وهم الجمعية والباس الباس الخير باش ينصب عليها وانتصب على أسخاص واحدين آخرين من ديمنهم شي واحد دار الشيكاية وهمها بالغاية توسط في عملية إحسان وتوزيع مساعدة مادية على فقراء ومحتاجين يعني كل الشوك بالسانهم مساكن الجمعية تقت فيه اعطاتهم 130 مليون باش يصرفها للمحتاجين في عملية جراحية بالخصوص مبلغ توصل بها عن طريق حوالات توصل بها شخصيا او عن طريق واحد الجمعية المقردية لها في مدينة الجديدة اللي احتهي الرئيسة ديالها غادي بقى يبتزها سيد باش ياخد الفلوس كان كي يستعن شواهيد وتقارير طبية وهمية ديالشي ناس مراد ومحتاجين لمساعدات واجراء عمليات ومحتاجين حتى لتكاليف ديك العملية الدقيقة بالخصوص وبها باش كان كي يكون الشوك وياخد الفلوس ديال الجمعية ويجيبو ويلافهم وهذا الشي طال حتى غادي تفاق الجمعية لكي مش كمتأخر الجمعية اكتشفات انها ضحية ناس موحدة العملية تعلق لها وكتتعلق بوحد الطيفل كان كي يحتاج شي عملية جراحية دقيقة باش يستقصل والقلون في مسحة دولية في مدينة مراكش دعا انها هي اللي غادي تدير ليه العملية والعملية غادي تكلف بها واحد طريق مشروع جميلتها قتبه سفتت له 200.000 أورو 200.000 أورو تجرى العملية لانيتها ساعة هو الأسف الشديد نوي الغدر ونصب مهاهرة ومحترف اعطاتوا الفلوس قبل ما اتصل بالكلينيك ويتبهل لها باللي ما كان لا عملية ولا الطفل ولا طبيب ولا عب بوريح العملية وهمية قلها لها غير باش ينصب عليها وياخد ديك المبلغ المالي هذه العملية هي اللي فرشتوا قبل ما تثبت الجمعية باللي حتى يعني باللي الشي اللي كان دار شحل هذه والعمليات اللي كان كايقول لها بان قد ديرها تحاجم نامك هنا غير كان كاياخد الفلوس ويلها فهم يديرهم في جيبو وهنا فكرتني هذا القصة بواحد نائب للتعليم حتى هو كان نصب على شي جميعا في فرنسا هذا مساعدة كبيرة في النقل المدراسي وشي قافلة يعني شي سيارة طبية مجهزة وكان داز في غرفة جناية البتدائية بمدينة تفاس والتحكم نجحة دبان النصاب هذا اللي كيدا انه قاضي ويلهاف على لك الجمعية الفرنسية البحث في الشيكاية دي الجمعية نطلق من تلك الجمعية اللي كينام في مدينة جديدة اللي كانت كد عندها الرئيسة ديها عندها علاقة معه وهي اللي تعرفت عليه استمعوا للرئيسة بوليس دي الجديدة وماني استمعوا لها واكدت ان اول اتصال ديالها بالنصاب اللي ما كانت تعرفها على الحقيقة دياله يعني ما كانت تعرفها بين النصاب اول اتصال بيناتهم كان قبل ست سنوات تقريبان كانت تصل بها وطلقته ومشاهب وحدها كانت معها وحدة البنت من داوي الاحتياجات الخاصة ومن هنا بدأ ينصب عليها باعتبارها ممثلة الجمعية الفرنسية بالمغرب ومن هنا بدأ الإبداع دياله في النصاب والاحتيال بعد ما ادعى انه قاضي وكيتوسط الخير وكيبغي يدير الخير وهو في حقيقة كيبغي غير ما يدير تجيبه الاحساب المحتاجين والمأساة ديال الناس اللي محتاجين لا حلو ولا قوة إلا بالله رئيسات الجمعية من اللي يسمعون لها لاب بي جي قالت لهم باللسية تصل بمئة وثلاثة مليون مساعدات عن طريق تحويلات باللي كان كيوهمها باللي راح صحيح انه راح قاضي ورها شواتيق وعنده نفود وان اي حاجة مرتبطة بالقضاء رهم السادي حلها خاصة في مدينة الرباط العاصمة قالت باللي مليت فرش وعرفاته على حقيقته بدأ يتصل بها ويبتزها ويهددها بوليس وفي طائر البحث كيف تحويلات المدينة مراقش السامعولم والكلينيك اللي ادعى على النصاب انه يدير فيها عملية لذيك الطفل على يد طبيب شهور وكبير منطل المصحة من السامعوليه قليهم باللي ذيك الوقت قليد لو بها البوليس ويروهالو يعني وهم تعلقه بالسعير واللي فيها واحد المبلغ مالي مهم ما تتخش المصحة وما تتدرش عنها وباللي مزورة واكد ان الطبيب اللي يدعى النصاب له واللي غد يجري للعملية للتفل مختبش في الكليينيك واكثر من هاد الشي باللي الولي المراد إجراء العملية له مع مرد خلق الكليينيك يعني كل الشي اللي ادعاه هاد النصاب كله كذب في كذب وحبل كذب طبعا قصير مش غير شكاية الجمعية اللي تصلص بها النيابة العامة في جديدة حتى الشي واحد قدم قدم به شكاية بعد ما نصب عليه عشرة المليون أو طلب له عشرة المليون باج يتوسط له باج يخفف العقوبة لحبسية المحكوم بها شي قريب دياله بطرف المحكمة بمدينة بني ملل سلم منه 3 المليون وما قضى له حتى غرض ومن يتفرج رجع له جوز امن المبلغ والباقي لهفو مشابح الأبحاث دياله الجديدة تواصلت وتشد المتهم وهو الإشارة وحد الشاب في العمر دياله 25 عام كين حادر مسيدي بالنور 25 عام وشنود لا حاول على قوته اللي فرشاته اعطت عليه المعلومات هي واحد رئيس الجميع اللي كان مستمع لها كشهيدة كان مازال كيتصل بها ويبتزها ويطلب منها مبالغ مالية متفوتة في كبتزاز العنصة اللي بيجي نصبو له كمين وشدوه متلبس باستيلة مبلغ مالي من الرئيسات الجميع المتهم اللي اسمعوا لي بلي تعرفها الجميع اللي في فرنسا وعطاتوا الفلوس باش يساعد الناس المحتاجين لعمليات بما فيهم هو لانه كان مريب وربما يتوصل منها بشي مبلغ وقال لهم بانه اللي العمليات اللي كان كيتدعي انه غايدي تجريها ومحتاجين مواليها الفلوس هي متعلقة بالضبط بضغط دموي لمؤدي لمسيدات العرق الدموية واعترف باللي انتحل الصفة ديال القاضي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وانفى دكشي في المرحلة ديال المحاكمة وانفى ايضا كل الصفات اللي كان كيوهم الناس او الجمعية بيها متهم تحلل المحاكمة البتدعية بجديدة واثناء الاستيماع عليه انفى تلقي المبلغ المالية من الجمعية الفرنسية فايضا كونون صبع لذيك السيد باش يتدخل له في ميل الفرائج لتخفيف العقوبة تقاريب له ومحس مبلقة كما كنقوله باش يفلت من العقاب او يخفف الجزء يخفف منه لكن الاسف الشديد حاجة من هاتش كله ما نفعله المحكمة حكمات عليها نار الخميس لليداز حكمات عليها الخمسين نافذة طبعا والتهان لنصبه البتزاز واستعمال لقب وصفة نظامها القانون وزيف وطائق إدارية واستعمالها والتهديد ودبرا في الحبز الجديدة كي قدي العقوبة المحكم بها في انتظار طييل الميل في المرحلة السينافي احضي وراثكم ما تثقوش بزاف ماشي كل واحد بي لكم الربح او الدعا الواقار والخير والاحسان والبر تثقو به ابدا ما بقى تثقة فكحة الراس في هذا الوقت وشكرا جزيلا على حسن استماعكم وإلى فرصة اللاحقة دمتم او في القناة ودامت لكم الافراح والمصرات